دفتنا النهاردة هي ضيفة مثيرة للجدل بكل المقاييس الفيديوز بتاعتها محققة ملايين المشاهدات وعندها ملايين المتابعين واي فيديو جديد لها بيتصدر الترنت فورا وبالرغم من انها بتتعرض دايما للانتقاد الا انها مصيرة على انها تفضل مكملة بنفس الطريقة اللي ظهرت بيها والناس عرفتها من خلالها المفروض انها بتقدم محتوى ريفيوهات عن اماكن واكلات ولكن طريقتها واسلوبها في الكلام الملغبط جدا خلى المحتوى بتاعها ينتشر بسرعة وفي نفس الوقت يتعرض لانتقادات كبيرة قوي عشان كده هي معينا النهاردة عشان نعرف بقى منها القصة كلها وايه سر الكلام الملغبط ده وبتتعامل ازاي مع الانتقادات اللي بتتعرض لها وحاجات تانية كتير هنعرفها منها دفتنا النهاردة هي البلوجر سلمة المغربي والمعروفة باسم سلمة ايجبت ازايك يا سلمة؟ ازايك يا ريهام عاملة ايه؟ الحمد لله عاملة ايه الحمد لله كله كويس اه مبسوط ان انتي معي النهاردة علشان الناسة ما بتفرج ع ريفيوهات بتاعتك مبدئيا ان هي بيبقى فيديوهات كده بتضحك ولزيزة والواحد بيحس نفسنا ويرجع طفل تاني صغير اشتركوا في القناة